عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطهما في هذا الحديث من الفقه واحد وجود المرأة البالغة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا يبطلها اثنان جواز الصلاة خلف النائم ثلاثة جواز نوم المرأة أمام زوجها وهو يصلي وليس فيه سوء أدب أربعة فرق بين مرور المرأة البالغة بين يدي المصلي وهذا يقطع الصلاة وبين كونها ثابتة في قبلته خمسة جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها لقولها فإذا سجد غمزني ستة مجرد مس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء شكرا للمشاهدة